لا ترحى رئاسياً محدداً في هذه الزيارة الأولى التي ستتبعها زيارات أخرى هكذا اختصر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مهمته في لبنان مهمة معقدة وصعبة بدليل حاجتها إلى الدبلوماسية المكوكية دبلوماسية ترتكز على لقاءات مطولة وشاملة لمختلف القيادات تعلمون قصتي مع لبنان أتيت إلى هنا مرات متعددة ولدي عطيفة خاصة تجاه هذا البلد ومن أجل ذلك تمنى علي الرئيس الفرنسي أن أقوم بمهمة مشاورات واستماع من أجل الخروج من الطريق المسدود عدم استفادة الدبلوماسي الفرنسي بالمعلومات دفع إلى تفسيرات متناقضة لموقف فرنسا حيال الاستحقاق الرئاسي أوساط ثنائي أمل حزب الله وتيار المرادة تعتبر أن الوزير الأسبق سليمان فرنجي لا يزال يتقدم سلم الترشيحات في المقابل تعتبر المعارضة أن دعم تسوية فرنجي للرئاسة وشخصية معارضة وإصلاحية لرئاسة الحكومة بات من الماضي لا شك بأن تسوية فرنجي سلام سقطت وغير قابلة للتحقيق المهم هو أن تعيين جان إيف لودريان الوزير وزير الخارجية السابق وهو رجل سياسي مرموغ في فرنسا تعيينه ممثلا شخصيا للرئيس الفرنسي لإدارة الملف اللبناني هو إشارة من الفرنسي للقول بأن هناك مقاربة جديدة تقطيع سلس لأزمة تزداد حدة هذا هو أفضل المتوقع في المرحلة الأولى من مهمة لودريان مهمة تواجه إضافة إلى الانقسام الداخلي عدم إنجاز التوافق الإقليمي بالنسبة إلى لبنان التسويات الإقليمية المتعلقة بلبنان لا تبدو قريبة والتنازلات الداخلية لا تبدو جاهزة بعد لذلك وصفت مهمة لودريان بشبه المستحيلة والمرجح في الأمد المنظور إطالة أمد الفراغ الرئاسي كلودي عبي حنى قناة الغد بيروت